بس خلينا نشوف ونقول حاجة حاجة كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة طالع لنا الحظ الحظ هيكون معنا أحسن الفترة دي الشهر دا وهتلاحظوا إن الحظ معاكو أحسن والحاجات اللي كانت بتبقى معصلاجة ومعلقة دي هتبتدي تتسهل نتيسرة هتبقى تتيسر إن شاء الله تغير فيه تغير هيحصل دايرة حلوة جدا هتلف كده بينا إن شاء الله لحاجة كويسة والحاجات المتعصرة ووقفة إن شاء الله هتتسهل طيب هنا عندي حزن وألم معرفش أنت فقدت إيه يا عقرب فيه حاجة أنت مفتقدها أو فقدتها ممكن يكون حبيب ممكن يكون صديق الله أعلم هيبان لي في العلاقة العاطفية بس واضح عندي أنت مجروح جدا في حالة انسحاب وانسحب زعلان حاسس بخسارة جديدة حاسس بخسارة وحاسس لا يعني محبط في حالة إحباط طيب فيه فراء هو واضح إن الموضوع دا فيه فراء من حاجة معينة بعتت عن شخص معين أو شخص بعد عنك وكان بينكو حاجات كتير قوي 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 وكلها هانت عليكو أو عليه وبعتو فيه بعد بس الألم والحزن اللي انت فيه دا ويا رب أكون صح دا اللي أنا شايفان من منطقة الكروت الألم والحزن اللي انت فيه دا عارفين يعني كلام ربنا اللي ما قلنا وعسى أن تكرهوا شيئا فيه انهيار فعلا لشيء فيه شيء في حياتك النهار ووقع فجأة بس الشيء دا ما كانش كويس ليك الشيء دا كان بيأذيك ما كانش كويس كان بيدرك تانكي وليد ما تزعلش ما تزعلش لأن هتعرف حكمة ربنا ايه في اللي حصل دا قدام شوي قدام شوي هتعرفها وهو طبعا أكيد فيه حكمة أي حاجة بتحصل لها حكمة طبعا زعلانهم ونغمس في ذاتك وما فيش حاجة زي ما تقوله مش طائق حد عايز تتكلم مع حد ولا عايز تشوف حد ولا عايز تقول بس مع نفسك طيب مداقت إلا لما فرجت حتفرج بقى من حتة ثانية خالص أول حاجة حنبعد عن المشاكل شايفين المية اللي عمالة بتتحرك جميل دي دي مشاكل دي حاجات كانت عماللك توطر انت بتعدي ورايح على الهدوء بقى المية السبتة المية ريئة وكمان بيقولك يا عقرب انت فيه ناس مسؤولة منك انت اللي لازم تخلي بالك عليهم انت اللي لازم تعدي بيهم من المحن أو من الحتة الخطيرة دي وتروح بيهم لحتة أكثر أمانا فيه ناس بيعتمدوا عليك انت اللي بتقود المركب انتبه للمسؤولية دي طيب فرجت ان شاء الله الحالة المادية الحالة المادية فيها تحسن كويس قوي ان شاء الله هتحس باكتفاء من ناحية المادية مش نقصك حاجة الحمد لله الدنيا عندك مادية هتبقى كويسة قوي قوي الشهر ده هتحس بتحسن فيها الموضوع اللي فيه الفراء على الحزن ده ده ناجم عن مشاكل كتير قوي حصلت مشاكل كتير قوي وفيها أطراف كتير جدا 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 فبليز بقى يعني انا حاب قوي ان ده يجي بعد ده شايفين الخناقات والمشاكل اهوم دي الميا دي اللي عمالة تتشقلب دي سيبها بقى ويمشي اديها ضهرك ويمشي روح على الهدوء واستقبل بقى الحاجات الكويسة اللي حدينك بعد نيارة البرج ده الشمس هتطلع يا عقرب الشمس هتطلع وهتبنلك حقايق وحاجات انت كنت كت مسخبية عنك انت ما كنت شايفها زي ما تقولوا البرج ده كان عامل غشاوة على عميك فهتبتدي تشوف الصورة أوضحة فما تزعلش ان شاء الله الدنيا هتزلط حظ معنا ان شاء الله الحاجات المتعصرة ووقفة دي وقاعد انت مستنيها بإذن الله عجلة هتدور عجلة الحظة هتدور وكمان في حاجة في سفر جايز يكون العلاقة اللي انت كنت فيها دي كت مكتفاك كت مخليك مش عارف تتحرك انت دلوقتي حر بص حر زي مش عايز بيكون علاقة عاطفية على فكرة ممكن تكون علاقة اي شكل من اشكال العلاقات يعني ممكن تكون علاقتك بصديق او حد من اهلك البعد ده هيخليك حر عندك سفر وعندك تغيير بيئة او هتغير بيت يعني في حاجة عندك كويسة قوي وان شاء الله هيكون وشها حلو عليك حل المادية عندك هتتطور جدا يا عارف اللي عايز يمشي يمشي وبالذات لو هو كان مسبب المشاكل دي كلها يتفضل يمشي باي 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 مع السلامة لو عارف غلطه يرجع تاني اهلا تحبيتوا ترجعوا اهلا وسهلا حبيتوش ده شيء يرجع لكم بس فعلا خير لكم مش مش بس عشان دي حكمة ربنا يعني لا هو انا شفت ده فعلا انه هيبقى فعلا خير لكم بدي زنعلوش اه ان شاء الله تكون خير بإذن الله يا في اللي بشكرك يا روح اقلم بشكرك التورة قالي يا ندم موجود في الصفحة اه برج اشاهدة هي تياريت لأني نفسيك تعبانا سلامتك يا بنيت الغالي اه لو ده برج الحوت ما موجود عالصفحة ده اليوم مظهرش وتغير في الحالة الصحية الحمدلله شكلها كويسة او زي ما هي يعني مفيش تغير فيها حالي انا ازعب الفيديو تكييف اه نتركب غلط متقلقش على قبله والسنين كده ومتقلقش ما بيعملش حاجة لا متركب كويس متقلقش طيب يسرى خلي الاسئلة بتاعت الكرت الواحد دي هنقراها بعد الام بعد ما نخلص خالص اوكي الحمل بتقال يا دوحة موجود موجود حاببتي في الصفحة ممكن تشوفيه مسجل مساء الخير يا ام يقين اهلا بيكي حاببتي الجوزاء بعد بكرة يا هدي خلاص وكده نبقى خلصنا الشهر كله وخلصنا الاوراق فيما عدنا الحمدلله وزي ما قلت قبل كده ان القراءة بتكون شهر من تاريخ القراءة يعني راية النهاردة بتاعت العقرب دي معانا لشهر قدام هو احمد مش موجود صح طيب عايزين نعمل اليوتيوب قراءة صحيحة 100 بشكرك او يا محمد بشكرك الحمدلله ويا رب بس يعني ايه حاول خالي بالك من الرسائل اللي موجودة في القراءة ان الانهار او الحاجة اللي حصلت دي في مصلحتك تعالوا نشوف الحالة العطفية اه هي الحالة العطفية تمام يا لولتي خلاص يبقى العزراء بعد بكرة اماما 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 بصوا حوالي العقرب عايز ايه العقرب عايز اتحرك هو متكتف حسنه هو مش عارب يتحرك يمكن حابب شريكه قوي مش قادري بعد عنه ومستحرم او خايف من التوابط يتبع للانفصال بس هو نفسه يتحرك بس مش قادر مربوط بسلاسل هو حاسس ان هو مربوط بسلاسل ونفسه يتحرك بس مش قادر الكارت دا قلنا برضو الشيطان دا انا بقى بيدللي وتأكدت خلاص اتأكدت من كزا قرية ومن كزا تجربة انه ممكن يكون سحر او حسد بس لو ما فرضناش الفرضية دي فهو في حالة ادمان للشريك مش قادر يبعد عنه مش قادر وحاسس ان هو لو بعد عنه هيموت بس اللي انا بقولهوله ان السلسل مفكوكة على فكرة انت ممكن تمشي وتتحرك عادي خالص وبالعكس افتكر ان بعدك دلوقتي هو الصحة شريكك الناحية التانية مش مركز معك خالص على فكرة والله اعلم شايف شريكك ازاي مشاعر وحب وولادة اطفال وحاجة يعني منتهر ومنسي Ace of cups طيب شريكك عايز ايه؟ شريكك عايز يحسن قرار هو محتار مش عارف يعمل ايه عمال بيدا وقت هو بيدا وقت ما بيعملش حاجة عايز مرحلة جديدة وانا شايف ان هو عايز المرحلة جديدة تكون لوحده عايز يبعده يعني مع نفسه كويس؟ شايفك ازاي؟ شايفك خير هو شايفك بصورة كويسة يعني هو ده مش حل تاني يعني نشوفك بصورة كويسة لان انت ما بتدلوش كل حب بصراحة وهو شايفك خير ورزق من ربنا حلو جدا بس هو بقى من ناحية التانية قابل الخير ده ازاي؟ قابل النعمة دي ازاي؟ مش كما يجب التاقمة بينكم فيها هروب في حد بيهرب وافتكر ده الشريك لو هتقدر تبعد ياقرب ابعد ابعد الفترة دي ابعد شوية خليه يحس بوعدك هيكون عامل ازاي؟ فيبتدي راجع نفسه تاني طول ما انت قدامه كده مش هيعمل حاجة اه فيه علا جديدة يعني البعد ده مش اخر الموضوع الموضوع مخلصش مفيش انتصال بس هو محتاج يتعلم حاجة شريكة محتاج يتعلم ازاي يحافظ عليك؟ وازاي عاملك بطريقة احسن؟ وشايفة فرح الناس اللي لسه ما تدوزوش او ما عملوش ارتباط رسمي هيتم ان شاء الله بس ايه؟ فيه حركة كده رازم تتعامل الاول ولازم شريكك يتأكد انك انت لا مش حاس انت هتموت من غيره الموضوع ده بيقتل على فكرة اي علاق اي علاق ولد او بنت اعكسوه لو انا حسيت ان شريك من غيره هيموت لا حموته فاهمين قصدي؟ لا لازم يبقى عارف برد ويقول لا لا ده ممكن يعيش لوحده وينساني اصلا بتكتية تتمسك بيه اكتر هيا ده احنا بني قدمين كده ربنا خلقنا كده فيه بقى بعدها شوية ايه؟ يعني مكبرة فيه انتو في حالة حرب او مش حرب مش انتو اللي بتحاربوا بعض انتو العلاقه نفسها فيها شوية تحديات وانتو واقفين ولا فرق معاكم العلاقه هتصبط يا عقرب بس دلوقتي نصيحتي ليك وياريت ياريت تعمل بيها خدلك ساتر يعني خد جنب كده وخلي شيكك بقى ايه كده يحسم قراراته لو هو مش عارف يحسمها دي ومعلقك كل ده يحسمها بعيد عنك ويجيلك جاهز دي القراءة العطفية يارب تكون مظبوطة السنجل يا هاجر انا مطلع ليش اي علامات انو فيه علاقه جديدة او حب جديد دل اسف مطلع ليش حاجة بتكلمك كله مظبوطة الله عليك بشكرك يا نوها بشكرك يا روحي جدا كله صح ايه ده سبحان الله الحمدلله يا مه الحمدلله الله اوه بست قوي الحمدلله رجل حمل ما كانتش شامده لي بس انا بحبه يعني ايه انجي كله ارايات كلها زي بعض فيه حرب دلنا طيب يا ريم يعني لو ارايه فعلا منطبقة فخدي جنب خدي جنب شوي بشكرك يا نرميم سبحان الله سبحان الله فعلا يا صفاء الحمدلله الحمدلله كلام مظبوط بشكرك يا لمية قوي حبايبي ايه ده طيب اتطمنوا يا جماعة للقراءة منطبقة اتطمنوا العلاقه مخلصتش والدنيا مخلصتش بس لازم ايه بس تقرصت ودن شوي نوقع بعد حاليا انت جنب يا فعلا بشكرك يا محمد قوي صح كده يا بي بشكرك يا انا معنين اتفضل يا نور او اتفضل يا نور اصلي نور ده ينفع ولد وبنز مش عارف الصراحة كان منك صح اقوله بالفعل انا واخد اقرر من امبارح انا بعد شوية ده انك المشاكل كويس يا كوكو كويس خير معمد خير معمد وانتي كان انا بيحصل معي بالزبط كويس يا اميرة بصوا انا بقى فيه تريك كده بحب اعملها قوي يعني مش لازم تقولي انا خلاص انفصد نو ما تقوليش انا امتصد خدي جمي بس يعني ما تردش على المكالمات مثلا ما تردش على الرسائل خدي جمي من غير ما تقولي ان العلاقه انتهت فهمت يا قصدي قلتي بالزبط ان شاء الله حببتها وفعلا مزفوكو اشكرك يا هادية اوكي حلو جدا بعتم مش اغربة انا مش عارفة لبي فكر فيها او لا بص يا محمد لو بيفكر فيها طيب اوكي انت بلنوتة بس اكاونتك ولد اللي انا شايفها الناحية التانية ان الشريك لا الشريك شايف نفسه شوية بفترة دي وشاف نفسه افتكر من كتر ما انت عملته بطريقة حلوة يعني انت عملته بمنتع الحب ففيه ناس كده مش بتقدر الموضوع فتبتدي مش تتنمرت او هيا بتبتدي تتنمرت تتتعامل بقى بطريقة مش كويس لأ حاول توريله لأ فيها على فكرة فيه جانب تاني من شخصيتي انت متعرفوش لو انا مقابلتش حبي ده ومعاملتي الحلوة ليك دي نفس المعاملة مش هتشوفها تاني بس كده كويس جدا يا لي طيب دلوقتي هنقول المرحلة التانية برج العقرب تختلف تماما عن المجموعة الاولى ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله حلوة جدا اللي كانوا بيسألوا السناجل السناجل للمجموعة التانية وخليه بالكو برضو على فكرة ممكن تمشي على العقرب كله كله ما تلتزموش بالمجموعات دي مشاعر جديدة حب جديد حب حلوة حب المولود الجديد يعني فى مولود جديد لازم تشوفين الحب وبيبقى عامل ازاي حب قوي جدا او ممكن يكون مولود جديد بالفعل الناس المتزوجين يعني ايه ان شاء الله في مولود جاي والناس استناجل في حب ومشاعر جديدة هيتددد تسوها ومشاعر قوية فيه هنا التهنئة فيه ناس بتهني يمكن ده يكون ليه علاقة بالمولود الله أعلم ليه علاقة بالمشاعر فيه ناس فرحانة وبالبارد وفيه كمان هنا انتصار أو علو شأن لدرجة هتعلى درجة يعني لو انت في شغل ان شاء الله يمكن يكون فيه ترقية أو مش شارك تكون ترقية فعلية بس تقدير من رؤسائك مثلا هو لا يعني أسنع عليك انه انت عملت شغل كويس جدا الحب الجديد واضح اللي جاي فارس أحلام يعني فارس أحلام للبنات والولاد البنت اللي بيتمنيها حب قوي جدا علاقة ان شاء الله نهايتها كمان شكلها حلوة شكلها علاقة جدية وعلاقة مستمرة ان شاء الله العقرب في المجموعة دي عنده قوة قوة داخلية جمدة جدا ما شاء الله هو حاسس بقوة وحاسس ان هو سيد قراره بالعكس ده ممكن يمشي كمان الناس اللي حواليه واكتسب ده من خبراته والحاجات اللي تعلمها في حياته بتشير كمان للأبوة انه العقرب ممكن يكون حيرزق فعلا بطفل المرحلة دي وطلع الأمومة كمان والأمومة لا في عيال جاية في بيبيهات جاية للعقرب مفيش مكان يعني اكيد الخصوبة دي معناها الأطفال برضو ومعناها للناس اللي لسه متجوزوش اتمام زواج ان شاء الله في زواج في خطوبة في حب لا في حالة حب مسيطرة في القرية دي ماشاء الله العقرب كان المتوازن الفترة دي عنده حالة توازن نفسي توازن روحي متوازن يقز مركز شايف الدنيا بصورة حلوة جدا ماشاء الله بس الحب الجديد اللي هو داخل عليه ده هيستعمل فيه خبراته شايفين الخبرات اللي هو اكتسبها هنا دي هيفكر بعقله بقى المراتي لان العقرب خلي بالكوا انتو رومانسيين وحالمين برضو عندوك رومانسية مفرطة فلا حكم عقلك وانت قريدي شكلك بتعمل ده ولعل اللي ما بيعملش ده الكرد دي يكون رسالة نستعمل عقلنا يا جماعة بلاش نتدلق في مشاعرنا قوي علشان ايه الدنيا تبقى كويسة بقيت حذر يا عقرب ده مأزون ده زواج في زواج او ممكن يكون حتى يعني هو مش لازم يتم مش معقول كل ده الارادي لشهر افتكر ان ده يعني هيحصل بس بعيد شوية مأزون باذن الله في زواج والعلاقة دي هتنتهي بزواج اهوب انا شايفة ده دول تحت بعض الفارس وتحت مأزون يعني خلاص واضحة مش محتاجة مش محتاجة اي حاجة وبتدل كمان الاتجاه نحو الدين الكارت ده كمان بيدل على كده يمكن العقرب هيحس قديه ممتنن ربنا وبيشكره فهيكد يقرب من ربنا اكتر ويعمل عبادات اكتر اتمنى يكون ده برضو الكارت ده معناه الاشارة للقرب من ربنا نجاح ماشاء الله في نجاح ومولود او في زواج في حاجات حلو قوي اكتمال دائرة يا عقرب حاجة انت شغال عليها من مدة هتتمها هتتمها على الاكمل واجهة تخلص خلاص برافو جود جوب في معافاة من حاجة كانت تعباك يا عقرب يمكن يكون وحدتك قبل ما وانت سنجل يمكن قبل ما يكون عندك ولاد حاجة كانت مأزمك نفسية هتتعافى منها وهتفوق وتصح او ممكن يكون مرسي يا اسماء ويهديك يا حبيبتي واسمو ايدا وممكن كمان يكون حالة مرضية ممكن يكون كنت تعبان جسمانيا وهتكدي ان شاء الله تصح وتبقى كويس دي القراية القراية طحفة ماشاء الله مولود جديد او مشاعر جديدة فارس احلام او فتاة الاحلام قوة ماشاء الله وسيطرة مسيطر يا عقرب انت مسيطر الفترة دي حالة توازن كويسة جدا ماشاء الله بنفكر بقى عقلنا مش بقى قلبنا الفترة دي دهنئة الناس بتهني على حاجة يمكن يكون ترقية يمكن يكون المولود يمكن يكون الارتباط الله اعلم مأزون زواج او بنقرب من ربنا وبنعمل عبادات اكتر نجاح واكتمال دائرة دايرة كملت ماشاء الله وبرضو الناس بتهنيك وبيقولوا قد انت يعني مخك كويس وشاطر في معافاة من حاجة كانت مقلمك وهنا برضو دا زواج او حمل او حالة حب غير ماشاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة